أعلنت وزارة الصحة أن مجموعة من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا بلق أكثر من 855 ألف شخص فيما تجاوز عدد من حصلوا على الجرعة الثانية من التطعيم 651 ألف شخص مؤكدة أن أهمية مواصلة الاتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل المتطعيمين وغير المتطعيمين للمساهمة في خفض الانتشار والحماية من الفيروس دعما للجهود الوطنية المبذولة في مواجهة الجائحة